تحت رعاية سامئة من لدن حطرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أقام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف مساء اليوم حفل إحياء ليلة القدر المباركة والحفل الختامي للدورة السابعة والعشرين من جائزة البحرين الكبرى للقرآن الكريم وذلك بحضور معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ومعالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز وسعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف واستهل الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها المتسابق الفائز بالمركز الأول في فرع حفظ عشرين جزءا من القرآن الكريم القارئ أحمد جابر محمد بعد ذلك تفضل معالي رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بإلقاء كلمة رفع فيها أسماءات التهاني والتبركات إلى جلالة عاهل البلاد المعظم ولسمو بولي العهد رئيس مجلس الوزراء ولشعب البحرين وللأمة الإسلامية بمناسبة ليلة القدر المباركة معربا معالي عن جزيل الشكر والتقدير والعرفان لجلالة الملك المعظم على تفضله برعاية الحفل انطلاقا مما يليه جلالته من حرص دائم على دعم ورعاية الفعاليات والأنشطة الإسلامية وأكد معالي أن تلك الرعاية الملكية السامية وحرص جلالة الملك المعظم على صون الهوية وحفظ القيم وتعزيز الثوابت الدينية عزز من دور المجلس في خدمة ديننا الحنيف وقيمنا وثوابتنا الأصيلة وأبدى معالي اعتزاز المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في هذا العام بإنجاز آخر في مجال خدمة القرآن الكريم وذلك ببدء المرامج الدراسية في معهد القراءات وإعداد معلمي القرآن الكريم التابع للمجلس وهنأ معاليها المتسابقين الذين حصدوا المراكز المتقدمة في فروع الجائزة في دورتها السابعة والعشرين مباركا لهم ولذويهم وللمراكز القرآنية التي ينتسبون إليها وبعد ذلك ألقى عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية صاحبة الفضيلة الشيخ الدكتور فريد بن يعقوب المفتاح والشيخ الدكتور سليماد بن الشيخ منصور الستري كلمتين عن فضل ليلة القدر المباركة وأهمية القرآن الكريم في حياة المسلمين وأعربا عن تقديرهما للرعاية الملكية السامية للحفل وفي ختام الحفل جرى تكريم الجهات المشاركة ثم كرمت لجنة التحكيم هذا ومنحت جوائز المسابقات السابع بفروعها المختلفة لمائة وثمانية متسابقين من فئة الذكور كما منحت جائزة أسرة في ظلال القرآن إلى جانب الجوائز الفردية لثلاثة متسابقين حصدوا جائزتي أكبر متسابق وأصغر متسابق وجائزة مزمار داود وحصدت مسابقة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السموب الملكية الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة القرآنية جائزة أفضل مسابقة قرآنية محلية فيما حصل مركز الشيخ عيسى بن علي آل خليفة على جائزة أفضل مركز القرآني للذكور ويشار إلى أنه قد شارك في الدورة السابع والعشرين من الجائزة أربعة آلاف وثلاثة وستين متسابقا ومتسابقا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر